في إطار مواصلة مسلسل تهويد الأرض الفلسطينية وتشجيع الانتشار الاستيطاني وعلى غرار بيع كنيسة كاثوليكية أراضي فلسطينية لليهود قبل عامين كشفت وسائل إعلام عبرية عن صفقة سرية وعملاقة تقضي ببيع الكنيسة الأرثودكسية اليونانية حقوقها بملكية الأراضي في منطقتين طالبية والرحفة غرب القدس المحتلة لعائلة يهودية نتابع هذا التقرير فضيحة جديدة لصفقة مشبوهة تكشف عن عملية تحكير لمدى طويل وبأثمان بخصة لأملاك الكنيسة الأرثودكسية الوقفية للاحتلال الإسرائيلي آخرها كان تجديد الحكر لأكثر من 500 دنم و1500 عقار تحت مسمى تأجيره لمستثمرين يهود الأولى أن هذه الأملاك فيما بعد الجانب الإسرائيلي يريد أن ينقلها إلى دارة أراضي إسرائيل ودارة إسرائيل بمعنى الحكومة وبالتالي كل الملكيات التي هي موجودة في القدس الغربي وتعود للكنيسة الأرثودكسية قد انتقلت بشكل مباشر إلى الجانب الإسرائيلي نقل ملكيتها من الكنيسة الأرثودكسية إلى مستثمرين إسرائيليين تحستح في قضايا المرحل النهائية في قضية القدس من الذي يملك هذه المدينة وفي نفس الوقت أيضا تعمق الشرخ الطائف بما بين المسلمين والمسيحيين مئة ألف دنم إجمالي مساحة ما تملكه الكنيسة الأرثودكسية في فلسطين جرى تسريب جزء كبير منها للاحتلال الإسرائيلي تماما كما يجري في حي الطالبية ورحافية والامصلبة في القدس المحتلة وكما حدث سابقا في قيساريا واللد ويافا فبدلا من أن يقوم المتولي على الوقف المسيحي البطريارك ثيوفيلس الثالث باستثمار الأراضي لصالح الرعية الأرثودكسية الفلسطينية يحول الأموال إلى اليونان ليستثمرها هناك كلمة الحكر تعني وجود وقف ويمتنع قانونا بيع الوقف حسب أحكام القانون مجلة الأحكام العثمانية واضحة تماما في موضوع طالما استعملت تعبير الحكر الحكر يعني الوقف على المسؤولين من أعلى الهرمين الأردني مع الاحترام والفلسطيني مع الاحترام أنه يعملوا إجراءاتهم السيادي دخول في معركة قانونية إذا كان لازم يكون فليكن لماذا لا يكون حفاظا على هذه الأرض ووفقا لقانون الاحتلال الإسرائيلي ولتسيير أعماله في الاستلاء على الأراضي يعتبر ما يتم تأجيره لمدة 99 عاما بيع ضمن سار المفعول ما يعني أن صفقة الأخيرة هذه ستحرم الطائفة الأرثودوكسية من أية حقوق مستقبلية من القدس المحتلة زين صندوق رؤيا